اشتركوا في القناة لتحقيق البرنامج نظرياً يجب إنشاء 499 محطة أخرى بنفس الطاقة الانتاجية أو التوجه نحو إنتاج مزارع ضخمة وهو الأمر الذي يصعب تجسيده لأسباب عدة ليست كل المناطق الموجودة في البطن حددت نسبة سرعة الرياح بدقال يجب علينا إنشاء أعمدة مجهزة بأجهزة قياس سرعة الرياح واتجاه الرياح ولكي نقوم بهذا يجب علينا أن يكون ارتثاع مثلاً هذه الأعمدة بخمسين متر الاستثمار في طاقة الرياح ماكسب اقتصاد مهم فهي من بين الطاقات المتجددة الأكتر قدرة على المنافسة ناهيك عن أنها أقل بكثير من تكلفة الغاز والجزائر لديها من المؤهلات ما يجعلها رائدة في المجال نحن نستغل خبرات الأجانب للكوت على إيوليان دور كهراء أقل بكثير من حتى للكوت على الغاز وصل الكيلواتر الواحد أقل من 0.0 دولار الكيلواتر الواحد يعني أقل من الغاز اللي عنا هنا في الزرية لذلك على ما أظن لازم نواكب تطور منطقة أخرى الجمع بين الباحثين والمهندسين والصناعيين لتدوين أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال طاقة الرياح والتفكير في التحديات والفرص لن يجدي نفعاً في حال استمرت وتيرة الإنجاز بنفس المستوى في ذل غياب استثمارات كبيرة في المجال ترجمة نانسي قنقر